بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدة محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين حينما تحدثنا عن حد الرجم في لقاء سابق جاء بعض الناس واعترض بأشياء يظن أنها اعتراضات علمية خاصة أن التشغيب شائع في زماننا هذا ما هو التشغيب كما قلت مرارا هو أن تستخدم مصطلحات أهل العلم أن تستخدم مصطلحات أهل العلم من غير أهله وفي غير محلها فهذا هو التشغيب بينت أن الأمر جاءت به السنة وأن الأمر عمل به الصحابة جميعا وأن الأمر ليس المراد منه إزهاق الأرواح وأن الإزهاق أصلا هناك قيود شديدة جدا يصعب تطبيق هذا الأمر لذلك كان معدودا محدودا في التاريخ الإسلامي وبينت هذا فعودوا إلى ذلك المقطع هل يوجد حد رجب في الإسلام؟ لكن الذي لفت انتباهي تعليقات من بعض الناس أتوا بأشياء يخيل إلى الغر أنها أشياء علمية لذلك يجب علي أن أناقشها لأبين أنها ليست علمية وليست موضوعية وليست دقيقة وإن راجت على غير المتخصصين القضية الأولى قالوا الله سبحانه وتعالى قال في الإيماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ففهموا من هذا بما أن الرجم لا يتنصف إذا لا يوجد حد للرجم في هذا الاستنباط عدة مغالطات يعرفها الإنسان البارع في علم الأصول أما الإنسان الذي يقيس الأمور بالذراع فهذا عنده يراه من أعظم أنواع العلم المغالطة الأولى أنهم استنبطوا من النص معنا يكر عليه بالبطلان وهذا ممنوع عند علماء الأصول يجوز لك أن تستخرج من النص معنا يخصصه بشرط أن لا يكر عليه بالبطلان التخصيص كيف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذن العذاب عام يمكن تخصيصه ببعض أنواع العذاب وهو القسم الذي يتنصف والرجم من النوع الذي لا يتنصف إذن يجب أن نقيم عليها حد الجلد وهو خمسون جلدة هذا ما فهمه العلماء جميعا من الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين إلى أصحاب المصنفات إلى يومنا هذا سوى شذوذ ليس في دائرة كبار العلماء إذن القضية الأولى أنهم استنبطوا من النص معنا خصصه فكر عليه بالبطلان فأنكر حكما من أحكام الشريعة هذه واحدة وهي داهية لمن يعلم أصول الفقه القضية الثانية أنهم قدموا المفهوم على المنطوق فبأي شريعة وبأي علم يقال هذا عند العلماء جميعا أن الأصل هو المنطوق وأن المفهوم فرع بل المفهوم دليل مختلف فيه ومفهوم المخالف بالذات الشافعية عملوا به الحنفية لم يعملوا به فكيف تقدم المفهوم على المنطوق المنطوق جاء فيها حديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وعمل به الناس جميعا وفعمله النبي عليه الصلاة والسلام وكبار أصحابه وسار على ذلك الأمة الذي هو ماذا حد الرجم المفهوم ما هو بما أن حد الرجم لا يتنصف إذن تلغى الأحاديث الصحيحة التي وردت في الرجم كيف تقدم المفهوم على المنطوق طبعا كل كلامي هذا لمن مرجعيته أصول الفقه لمن مرجعيته العلوم الإسلامية لمن مرجعيته قال الله وقال رسول الله أما من كانت مرجعيته اللبرالية من كانت مرجعيته حقوق الإنسان من كانت مرجعيته الأمم المتحدة وجمعيت حقوق الإنسان فهذا يعني ليس ملزما بكلامنا هذا لأن أصلا الجلد أيضا فيه مخالفة لحقوق الإنسان بأي حق تجلد الزاني وهو إنسان عاقل حر مختار وقد اختار الزنا وليس فيه ضرر بأحد إذن هذه المخالفة الثانية وهي واضحة جدا ومخالفة من النوع الكبير المخالفة الثالثة زعموا أننا أخذنا حد الرجل من التوراة والإنجيل بدليل ماذا؟ بدليل أنه موجود في كتبهم من قال لكننا أخذناه منهم هذا الشريعة واحد الأصل في الشرائع لا تتعدد ولكنها تعددت طيب إذا وجد عندهم شيء إذن هذا يؤكد الأصل الذي عندنا ليس معناه أنه يلغيه الأمر الآخر افترضوا أن آية النور جاءت بعد أحاديث الرجم ما الدليلكم على هذا؟ لا دليل لا يوجد دليل لأن الموضوع مختلف لأن الرجم هو في المحصن والجلد في غير المحصن هذه واحدة ثانيا لا يقبل النسخ بالدعوة لا بد من بيان التاريخ وعند الحنفية أصلا لا يكفي حتى بيان التاريخ لا بد أن يأتي تصريح من الشارع بأن هذا الحكم قد ألغي وحل محله الحكم الآخر لذلك التطاول باللسان وإفتراض أن الذي يتكلم بطريقة علمية أصولية عربية متقنة مجرد مقلد هذا عيب لأنك أنت تقلد من لا يستحق التقليد بينما الثاني يفهم الكلام جيدا ويعتمد على أدلة أصولية مقنعة تمام الإقناع فالخلاف بعدين يعني يا أخي تعال الآن يعني أهل العربية جميعا وأهل تطبيق الشريعة وعلماء الإسلام العظام يعني هذا الذي استنبطته وأنت خفي على أبي بكر الصديق وخفي على عمر بن الفاروق وعلى عثمان وعلى علي وعلى الصحابة جميعا المهاجر والأنصار وأعلى أهل قريش خفي عنهم هذا الفهم الخاص لك وأنك اطلعت أن في آخر الزمان على الناسخ ولم يطل عليه كبار الصحابة يا أخي هذا والله مغارطة كبيرة الأصل في النصوص هو الاتباع وليس الابتداء إذا كان عندك مشكلة مع السنة النبوية بحثها يكون في مكان آخر ليس في هذه القضية نسأل الله لنا وله الهداية وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين